بسم الله الرحمن الرحيم مؤتمر ميونخ للأمن والسياسة من المؤتمرات المهمة على مستوى العالم ومثل ما لاحظت حضرتك حجم الحضور من مختلف دول العالم الجانب الأمني هو أخذ الحيز الكبير في الاهتمامات والحديث في اللقاءات الثنائية وعلى مستوى المجاميع فضلا عن الجلسة الافتتاحية العراق من خلاله يوضح أولا قراءته للوضع الأمني في العراق والمنطقة والتأكيد على أن أمن العراق هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة وبالنتيجة العالم بينا الإمكانية تجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة الإصابات الدواعش في كل مكان أكدنا أن اليوم لا يوجد لداعش وجود على الأرض يمسك بمنطقة يحتفظ بمكان وإنما إصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية في كل مكان بينا أهمية التعاون وتبادل معلومات بين أجهزتنا الأمنية والأجهزة الأمنية لدول منطقة ودول عالم أكدنا على أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب وأيضا الجانب المهم هو إيقاف التمويل تمويل العصابات الإرهابية وهو ما أشر لدينا من خلال معلومات الاستخبارية وجود هذا التمويل من دول كثيرة الأمر الذي يساهم في زيادة نشاط هذه العصابات الإرهابية هذه الرسالة التي أوضحناها لكبار المسؤولين بالأجهزة الأمنية نتعرف حضرتك خلال 48 ساعة بحدود 26 لقاء استقبلنا في مقر إقامتنا كبار المسؤولين الأمنيين فضلا عن السياسيين على مستوى رئيس وزراء ووزير ومنظمات دولية بدون مبالغة وجدت تفاهم ودعم حقيقي واتفاق مع الرؤية العراقية في القراءة الأمنية والسياسية للمنطقة وهذا عامل مهم وهو أحد أهداف مشاركتنا في هذا المؤتمر حكومة جديدة من خلال هذه اللقاءات أضف إليها لقاءات ثنائية لعضاء الوفد بالمجمل فإن رسالة العراق رؤية الحكومة وصلت لهذه الأطراف المهمة وهذا شيء وعامل أساسي في التفاهمات الأمنية والسياسية بالتأكيد حكومتنا أخذت بنظر الاحتبار كل الظروف التي مرت على العراق منذ عام 2019 وما رافقها من عمليات ومارسات للرفض الشعبي لكثير من صور الأداء المعيشي الخدمي الاقتصادي هذه أخذت بنظر الاحتبار ونحن كنا جزء من تلك المرحلة في مواقع مختلفة أخذنا هذه العملية أو هذه الظروف وتم صياغتها بأولويات في البرنامج الحكومي يعني الأولويات لم تضع اعتباطاً وإنما هي تشخيص دقيق لتطلعات وآمال لأبناء الشعب عندما نتكلم عن أولويات مكافحة الفقر إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة تحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع سواء كان متلكية أو المباشرة بالجديدة مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي يحدد كل خطط التنمية إصلاح الاقتصاد هذه المفردة المهمة هذا حديث الشارع وهو يؤثر بشكل أو بآخر على مجمل الحياة في البلد وأصبح استحقاق البقاء أمام هذه التحديات ترك هذه الأولويات بعدم اهتمام قطعاً سوف تكون الأمور صعبة على مجمل الظروف المعيشية والخدمة والاقتصادية أيضاً وجدنا أن أولوياتنا وصلت إلى أسماع كل الجهات الدولية وهي تعمل وتتفاهم معنا على ضوء الأولويات عندما نتكلم عن مكافحة الفساد الإداري والمالي نضع أمامهم استحقاق الالتزام بتسليم المطلوبين باسترداد الأموال وهذا هو التزام عليهم كون أغلب هذه الدول هي جزء من الاتفاقيات ومواثيق دولية معنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي عندما نتكلم عن إصلاح الاقتصاد هناك مؤسسات مالية لديها الخبرة والبع في أهمية إيصال المعلومة وإيجاد الحلول وتزويدنا بالمقترحات الكفيلة بتمكيننا من تحقيق هذا الإصلاح بالمجمل بين الأولويات وما وجدناه من استجابة أعتقد حققنا هدف مهم واختصنا وقت كان ممكن أن يكون من خلال لقاءات أو مراسلات لا تؤدي إلى النتيجة بسرعة ممكنة وجدنا تفاهم تأييد واضح لإصلاحاتنا الاقتصادية بينا لهم أيضا عزمنا على الإصلاح النظام المالي والمصرفي بشر أن تكون هناك مرونة في بعض الإجراءات كون هذه الإصلاحات تأخرت منذ سنوات وكان يفترض أن تنجز خلال الفترة المتفق عليها في العامين المنصرمين لذلك كنا نحتاج إلى هذه المرونة في الوقت لتطبيق الإجراءات وليس الرجوع إلى المربع الأول لا رجوع للتجارة المشوهة لغسيل الأموال للتهريب وإنما نحن مصرون وعازمون على احتماد المعاهير الصحيحة للتحويلات المالية للتجارة النظيفة التي تعكس جدية العراق في الانخراط من نظام المالي العالمي وتضيف له مؤشرات الموثوقية في التعامل والتبادل التجاري هذا شيء مهم للعراق هذه الإصلاحات فيها كلفة اجتماعية وقد تحسب سياسيا بأنها سوف تضر الحكومة لكن على المدى القريب إن شاء الله سوف يلمس المواطن أهمية هذه الإصلاحات بشكل واضح فضلا عن ذلك المؤسسات المالية الدولية سترى العراق اليوم بلد يعتمد معايير الصحيحة في النظام المالي والمصرفي تأثيرات المناخ وتأثير البيئي بسبب شحة المياه وزيادة مساحة التصحر الغاز المحترق وما يخلف هذا الاحتراق هذه كلها مشاكل حقيقية وهي تهديد خطير للوضع في العراق بصراحة وضعناه في سلم أولوياتنا وأيضا كان جزء من محاور النقاش مع مختلف ممن تم لقائهم وأبدوا استعدادهم لدعم العراق في الممارسات الحديثة لمعالجة هذه الآثار البيئية والمناخية ترجمة نانسي قنقر